أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند دايما متعودين معنا في الفقرة دي بنتكلم عن أبرز حاجة موجودة من خلال صفحات السوشيال ميديا عندنا معلومة جديدة عندنا انفراض عندنا أي صبق صحفي وكمان ردا على أي شائعات أو أي أخبار بتخص فريق القرة تحديدا الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي يمكن أنتم متعودين مننا في فقرة ترند الترند كمان لما بنتكلم على بيت سمسيماني أو بنتكلم عن أي خبر أو على أي خبر بيخص أي لاعب داخل صفوف الفريق بنتكلم بكل حيادية وبنتكلم بكل منطقية آه طبيعي بنبقى في حالة دفاع عن الجهاز الفني وعن اللعبة بس يدفع عن الحق مش دفاع لمجرد الدفاع لا بندفع عن الفريق وبندفع عن الجهاز الفني لأن في توقيت معين الفريق مثلا كسبان خمس مطشاط محقق خمستاشر نوطة وتلاقي ممكن تساؤلات على السوشيال ميديا مش طبعية من بيجات أو صفحات رياضية بتطرح تساؤلات للسادة المشاهدين أو حتى للمتابعين للسوشيال ميديا يخشوا ويشاركوا ويجاوبوا على الأسئلة فبالله ممكن تكون أسئلة مش في الصياق الطبيعي للنتاج اللي ممكن بتتحقق خلال هذه الفترة أو حتى خلال العام الماضي فلما بندفع بندفع عن الحق والناس ممكن تقولك بس انتوا دايما بتدفع عن اللعيبة بتدفع عن الجهاز الفني أو في نتائج كويسة طيب احنا كمان لما بندفع بندفع بناء على معلومة مش بندفع لمجرد الدفاع ومش شرط أقول المعلومة بشكل رسمي طالما النادي حتى ما أعلنهاش بشكل رسمي ليه أنا بقول الكلام ده لأن على مدار أكتر من حوالي شهرين خلال الخمسة واربعين أو الستين يوم اللي فاتوا وأنا بحدد على دالأيام بالظبط كان دايما فيه شائعات كثيرة جدا حول بيت سموسيماني وإحنا هنا تحديدا كنا بنتكلم وبنقول يا جماعة بيت سموسيماني فيه استقرار فني للراجل خلال الفترة الجاية ومش نازم نعلن كل التفاصيل طالما أنه خلاص فيه استقرار داخل الفريق والرجل مكمل حتى نهاية عقده والناس متفع أن بيت سموسيماني مكمل وما بيش أي مشاكل لكن دايما كانت السوشيال ميديا تصدر أنه فيه اجتماعات وفيه اتفاقات والرجل عايز يمشي عايز يأمن مستقبله أصل أصل والكلام ده كله إلى أن خرج الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهل وأعلن في تصريحات مهمة جدا بالأمس وقال منحا أو يعني لكي نعطي الراجل مزيد من الثقة والدعم في ظل حالة اللغة اللي على السوشيال ميديا الشرط الجازية كان ثلاث شهور خليناه ست شهور يبقى احنا هنا لما كنا بندافع وبنقول بيت سموسيماني مكمل مع النادي الأهلي وهو عدد صدقوا للشائعات اللي بتتقال بخصوص الراجل وأن الراجل ما تكلمش في تجديد ده تعاقد سنة سنتين ثلاثة ولا طلب أرقام مالية اللي بتتقال كلام كان صح؟ اه مش لازم نعلم بس احنا لما بنتكلم بنتكلم بمصداقية مع جمهورنا لأن احنا عارفين الواقع وعارفين الحقيقة كل التفاصيل أو كل ما يعرف أو ليس كل ما يعرف يقال لكن في نفس الوقت الكلام اللي ذكروا بالأمس الكابتن محمود الخطيب وشرح التفاصيل الخاصة ببيت سموسيماني أكدت لكم كل اللي اللي كنا بنقوله خلال الفترة الأخيرة أن بيت سموسيماني مكمل مع الأهلي وأن فكرة كمان أنك تعدل شرط الجزائي من ثلاثة شهور لست شهور ده ده معناه اللي انت واثق تمام الثقة في إمكانيات المدرب اللي معاك وأنك عايز تديله الثقة وعايز تديله الطمأنينة اللي انت مكمل معانا وده للأسف جي نتيجة حالة اللغة اللي كانت موجودة على السوشيال ميديا دايما الناس بتسأل ودايما الناس بتنتقد ودايما الناس بتحاول يعني بتتعامل مع بيت سموسيماني على أنه فرصة أنه هو مسك الأهلي فما كانش يتخيل أو يحلم أنه يدرب النادي الأهلي أي مدرب سواء أوروبي أفريقي عربي أيا كان أكيد النادي الأهلي حلم وطموح لي لكن تعامله مع بيت سموسيماني على أنه مدرب قدر يفرد نفسه واسمه ومكانته كمدرب أفريقي في الكرة المصرية ومع النادي نادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا لو مدرب أوروبي أنا أعتقد حجم الانتقادات مش هتبقى موجودة بالشكل اللي احنا شايفينه فبالتالي أدي جزئية متعلقة ببيت سموسيماني وهو مكمل مع النادي الأهلي بس تخيلوا كل اللي اتقال ده النهاردة الصبح مثلا في إحدى الإزعاد أسمع أصلي مهما كانت النتائج حتى لو فاز بالدور وبإفريقيا وبالكاس وكسب كل حاجة هو ماشي في آخر السنة تب ده كلام يعني هل ده يجوز أو ده كلام منطقي ممكن يتقال بعد التصريحات اللي اتقالت مبارح وبعد الكلام اللي احنا قلناه على مدار شهرين هل ممكن حد يعني يفكر حتى بشكل عملي أو بشكل موضوعي مدارب هيفوز بالدورة وبأفريقيا وكل البطولات كده كده فيه قرار في نهاية المسلم بالاستغناء عنه وهو حاليا متصدر الدوري هي ليه فكرة دايما الناس مش قادرة تتخيل أن فيه مداربين أفارق نجحوا أن فيه مدارب قدر يفرد نفسه على القرى المصرية أن فيه مدارب ماشي مع الأهلي بخطى سبتة وعمل نتائج بالأرقام آخر عشر سنين ما تحققتش منذ عهد فترة مانو الجوزيه الناس لازم تقتنع أن التدريب وإدارة الأجهزة الفنية أو الإدارة الرياضية في الأندية الأفكار نفسها اختلفت بس لازم كمان الناس تقدر تواكب العصر لما الأهل اتعاقد معهم دارب إفريقي لازم الناس تعرف أن الدنيا اختلفت لما الرجل الإفريقي نجح مع النادي الأهل لازم الناس تفهم أن الأمور اختلفت فيه مداربين يا جماعة أفرقى واخدين اللايسنز برو محترفين من الاتحاد الإفريقي ومن الاتحادات أوروبية ما فيش مداربين في الدورة المصر واخدين حتى الرخصة بي ولا سي لازم نفهم أن الأمور اختلفت ولازم نقتنع أن احنا ممكن أن يكون في الدورة المصر فيه مداربين ما قدرواش يوصلوا لللايسنز أو القدرات التدريبية لمداربين أفرقى تخطونا وتعدونا في الفترة اللي فاتت لازم نقتنع بدا ولازم الإعلام يقف ويساند النادي الأهل على الأقل في خطوة زي دي لما يتعقد من دارب إفريقي لأن تولي مسيماني تدريب الأهل أنتم مش قادرين تفهموا أو تشوفوا أن خلال السنة الأخيرة الاختيار ده مدى تأثيره على قدرة مصر قرويا ورياضيا كمان مع القرى الإفريقية الموضوع لي أبعد مختلفة يعني أنا كنت أتمنى الناس في الإعلام مش أقول السوشيال ميديا لأن السوشيال ميديا ممكن يكون جمهور بشكل كبير لكن الإعلام الرياضي تحديدا لازم الأمور يتموا منقشتها بشكل مختلف لازم الناس تنزل وتتواغل في القرى الإفريقية وتشوف ردود الأفعال على تولي بيت سموسيماني مع الأهل على مدار السنة وحجم البطولات والإنجازات التي تتحققت في الفترة الأخيرة فبالتالي بقى نديره الثقة ونديره الدعم لا ننتقده في تغيير ولا ننتقده في مشاركة لعب وفي الآخر أنت بتنتقده هو كسبان وهو عامل ريمونتادة في مباريات في الفترة الأخيرة وكسبان بسكور ومغير خطة لعب واللعابة كانت بتلعب في أجندة دولية خلال الثلاث شهور في ثلاث فترات ومع ذلك بترجع وبتدخل وبتنسجم بيغيب حمد فتحي فيه البديل هيغيب عالي معلول فيه بديل هيغيب حسام حسن فيه بديل هيغيب الشناوي فيه معالي لطفي النادي الأهل قايمة كاملة مكتملة طيب دي جزئية الجزئية التانية وهي متعلقة بمحمود اشتركوا في القناة